السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين نتحدث ايها الاحباب الكرام عن معنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل جملة عظيمة تحتوي على معاني عظيمة وهي ذات تأثير قوي تعني توكيل كل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى في هذا الامر المعني حسبنا الله اي الله كافينا فالحسيب هو الكافي والمسلم يؤمن بان الله عز وجل بقدرته وعظمته وجلاله يكفي العبد من كل ما اهمه واصابه ويرد عنه بعظم حوله كل خطر يخافه وكل عدو يسعى في النيل منه ومعنى نعم الوكيل اي امدح من هو قيم على امورنا وقائم على مصالحنا وكفيل بنا وهو الله عز وجل فهو افضل وكيل لان من توكل على الله كفاه ومن التجى اليه سبحانه بصدق لم يخب ضنه ولا رجاءه وهو عز وجل اعظم من يستحق التناء والحمد والشكر لذلك فيا احباب الله ان تفويد الامر الى الله والتوكل عليه والثقى بوعده والرضى بصنعه وحسن الضن به وانتظار الفرج منه هو من اعظم ثمارات الايمان ومن اجل صفات المؤمنين وحينما يطمئن العبد الى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في شأنه يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة هذا لا ريب فيه ولا شك انظروا لما ألقي سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام ألقي في النار ألقاه النمرود ماذا قال ابراهيم الخليل قال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فلا يمكن لشيء أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى فالله تعالى هو الذي جعل النار محرقة فهي لا تحرق بداتها فإذا أراد لها أن تكون بردا وسلاما صارت كذلك لذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من شدة بردها فالله تعالى جعل النار بردا وسلاما هو الذي يجعل المحن منحا وعطايا يجعل من المحن منحا وعطايا يجعل الفقر والحاجة سعة وغنى يجعل الهموم والأحزان أفراحا ومسرات يجعل المنع عطاء ورحمة هدى كله لمن توكل على الله حسن التوكل وأيقن به وأحسن الظن بالله جل جلاله انظروا أيها الأحباب الكرام لما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن النسا قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا قال؟ قال حسبنا الله حسبنا الله أي الله كافينا حسبنا الله ونعم الوكيل أي لمن وكل حاجته إلى ربه وتوكل في قضائه عليها فماذا كان جزاؤهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله دو فضل عظيم إنها كلمات يسيرة خفيفة على اللسان لكنها حبيبة إلى الرحمن جعلها مفاتيح للفرج ومفاتيح لملكوت الرحمن قال ربنا عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله دو فضل عظيم لما انتصروا عندما أيقنوا أن الله تعالى معهم انتصروا انتصارا باهرا لأنهم توكلوا عليه وعلموا أن النصر من عند الله فقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى السر كلهم أنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله تعالى جعل هذه الكلمات فيها أسرار من سره وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره فمن يتوكل على الله يكفيه ما أثمه فالله بالغ أمره فما قدر الله كان وما لم يشاء لم يكن التوكل عليه هو التوكل على القوي القادر الفعال لما يريد الغني الذي خزائنه ملأة الذي أمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون إنه الله فالمؤمن إذا توكل على القوي لا يخاف ولا يحزن ومتى كان العبد حسن الضن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا أن يقاوم الملمات ولا أن ينازل الخطوب لأنه خلق ضعيفا عاجزا لكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه يجد النصر والتأييد والفتح والإعانة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني للقوة المتين لينقدك من الويلات ويخرجك من النكبات اجعل شعارك وذتارك حسبنا الله ونعم الوكيل فإن قل مالك وكتردينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناديه وقل حسبنا الله ونعم الوكيل وإن خفت من عدو أو خفت من ظالم أو فزعت من خطب فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكثى بربك هادياً ونصيراً وكثى بربك هادياً ونصيراً فيا أيها الأحباب الكرام إن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها فوائد كثيرة هذه الكلمة تقال في مقامين مقام طلب المنافع ومقام دفع المدار حسبي الله لجلب النعماء ولدفع الضر والبلاء دفع السوء والأدى فإذا ظلمت فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ابتليت فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت بك السبل وبارت الحيل ولم تجد من الناس آنيساً ولا مؤنساً فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا كنت بريئاً وعجزت عن إظهار الحقيقة فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا اجتمع القوم ليؤذوك فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا أغلق عليك في أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا تعسرت الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ارتج عليك وضاق فهمك وتعسر إدراكك فقل حسبي الله ونعم الوكيل فبها يدفع الله عنك الأذية ويزيح الكربة ويستجلب الرزق وينزل الفرج فالحمد لله الذي شرع لنا في ديننا مثل هذه الكلمات القليلة التي ترتج منها أمور عظيمة فالحمد لله والشكر عليه وبنعمته تتم الصالحات فاللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب الكرام نتحدث عن مفاتيح الفرج كلنا يعيش الأزمات المتلحقة فقد تضيق الدنيا في عيون البعض لكن الأزمات والابتلاءات لم تأتي إلا لاختبار العباد وتأتي أيضا ليطهر الله تعالى عباده وعندما تشتد المضايق ويزيد الهم فلا تلبت إلا أن يأتي وراءها الفرج فربنا عز وجل يقول إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هناك عدة خطوات لخروج الإنسان من حالته الحزين المهمومة أولا علينا أن نلجأ إلى الله تعالى ساعة الكرب ولا نلجأ للعباد نلجأ للسميع للبصير للقادر على خلاصنا من أحزاننا للعليم بحوائحنا هو الرحمن الرحيم فلولا إت جاءهم بأسنا تضرعوا نتضرع له وحده لا شريك له الأمر الثاني أيها الأحباب حسن الضن بالله تعالى والثقة بأن الذي يذهب ما نحن فيه هو سبحانه وتعالى فربنا يقول في الحديث القدسي أنا عند ضن عبدي بي أو أنا عند حسن ضن عبدي بي إن ضن بخيرا وجد خيرا وإن ضن غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه علينا أن نثق بالله ولا نيأس من رحمته علينا أن يكون عندنا الأمل فيما عند الله والصبر والصمود أمام التحديات وانتظار البشرى التي وعدع الله تعالى بعبدي الصابرين عندما قال في كتابه الكريم وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كذلك علينا أيها الأحباب الكرام أن نكتر من الدعاء المتواصل لله رب العالمين وهو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويقول سبحانه أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان علينا أيضا أيها الأحباب بعد الدعاء أن نردد أدعية زوال الكرب وهي كثيرة منها كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول دعائي سيدنا يونس لمنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه دعاء يونس وهو في بطن الحوت في الظلمات فما لبت أن خلصه الله تعالى من هذه المحنة القاسية وغير ذلك الكثير من تلك الأدعية مع انتقاء وقت الإجابة كالثلث الأخير من الليل ووقت السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كذلك علينا ملازمة الاستغفار لقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كذلك أيها الأحباب من مفاتيح الفرج أن نكترى من ذكر الله تعالى نذكره كثيرا وهو القائل جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله تعالى يغير القلوب من حل إلى أحسن حل الذكر يملأ القلوب بالطمأنينة والنفوس بالسكينة والراحة ويبدل الوضع من التوتر والقلق والخوف إلى السعادة والطمأنينة والسكينة كذلك أيها الأحباب من مفاتيح الفرج مناصرة ومعاونة المحتاجين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب الآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فعند الشدة والضيق يجد العبد ربه سبحانه وتعالى عونا له في شدته ربنا لم يترك هذا المحتاج ولم يتركه هكذا لنفسه فالله غني والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخوته كذلك أيها الأحباب الكرام مما في مفاتيح الفرج التوكل على الله وليس التواكل وهذا معنى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالذي يتوكل على الله هو يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رازقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانع كذلك من مفاتيح الفرج بر الوالدين والإحسن إليهما وطلب الدعاء منهما ففي البر منجاة من مصائب الدنيا بل هو سبب التفريج الكروب وذهب الحزن والأحزن أيضا من مفاتيح الفرج رد المظالم ورعاية الأمانات وأداء الحقوق ولا شك أن رد الأمانات والحقوق ورعايتهما دفع للحجاب بينك وبين استجابة الدعاء وكشف البلاء وفيه تنقية للنفس مما يعلق بها من رغبات الدنيا والتكالب على متاعها خصوصا عندما لا تكون من حقك كذلك من مفاتيح الفرج تجنب الظلم ودعوة المظلوم فكم من مظلوم ظلمناه وكم من ظلم اقترفناه ونحن غافلون عن عقوبته وكم من ضعيف أهملنا أمره في ذلك فمن أرد تفريج كرابه فليرعح له ليشتنب الظلم لا يظلم أخاه المسلم في الميرات أو في أي شيء يكتسبه دون رضاه ولا يظلم صاحب صاحبه ولا شريك شريكه فمن الدعوة المجابة دعوة المظلوم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عجاب وقد حضر ديننا العظيم من الظلم أشد التحذير وبين آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة ونتائجه المدمرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفتر والإمام العادل ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الأحباب الكرام لكل من أحطه الملل في حياته وسكن القلق عيشه في صباحه ومسائه ولكل من بارت عليه الحيل وضاقت به السبل وكل من فنيت أماله وأوصلت الأبواب في زمانه كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه بما حملت وإلى كل من تربى في فكر الوساوس وزاد عنده منسوب عيش الدسائس ولكل من ضاقت طعم الهم وتجرع كأس الغم ولكل من اضطربت مشاعره واحتارت أعصابه ولكل من تأخر عليه الفرج ويئس من بيده مفاتيح الفرج ولكل من خاف من المستقبل وانزعج من كابوس الماضي أقول لهم هاتفا هامسا يا الله يا الله يا الله قلت وقولك الحق قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب يا الله قلت وقولك الحق قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل الله يا الله يا الله يا من قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده بلا بلا فيا أيها المهموم ويا أيها المهمومة اسبروا وما صبركم إلا بالله استقبلوا المكاره بريحابة صدر فهل أوجد العلماء وهل أوجد الحكماء والأطباء حلا للأزمات والمصائب غير الصبر فربنا يقول اسبر وما صبرك إلا بالله فإن مع العسر يسرى وإن مع الكرب فرج من الذي يفزع إليه عند الكرب من الذي يستغيط به المنكبون من الذي تصمد إليه الكائنات إنه الله لا إله إلا هو حق علينا جميعا أن ندعوه في الشدة والرخاء حق علينا أن ننطرح على عتبات بابه سئلين باكين ضارعين منيبين أمن يجيب الله أمن يجيب المدطر إذا دعاه أمن يجيب المدطر إذا دعاه الله قريب الله سميع الله مجيب الله يجيب المدطر إذا دعاه يَا أَيُّهَا الْمَغْمُمِينَ يَا أَيُّهَا الْمَغْمُمِينَ مُدُوا أَيَاديَّكُمْ إِرْفَعُوا أَكُفَّكُمْ إِطْلِقُوا أَلْسِنَتَكُمْ أَكْثِرُوا مِنْ طَلَبِ اللَّهِ بَالِغُوا فِي سُؤَالِهِ أَلِحُوا عَلَيْهِ إِلْزَمُوا بَابَهِ إِنْتَذِرُوا فَرَجَهِ وَقُولُوا قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَأَفَعَلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَأَفَعَلْ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه خير شكر وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له لنستسلم لقدر الله لنتصخط عليه ولا نتدمر لنعترف بالقضاء والقدر وليهدأ بالنا ولا نقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن أقول قدر الله وما شاء فعل وقريبا قريبا سينبزج نور الصبح أليس الصبح بقريب بلا وخير الله كثير ورزقه وفير فأسأل الله تعالى أن يستحى شأننا وشأنكم وبالنا وبالكم وأمرنا وأمركم أسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه ورعايته وأسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء ويبلغنا المقصود وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا